ما شاء الله انت اللي جابك هنا ايه كنت مفكر اني ما هطلعش من السجن اللي رميتيني فيه تبجي هلطانا وانت خلاص رميت روحك في حضن الشيطان ايه الكلام اللي انت بتقول ايه ده نادية طمنت لها وسيب لها روحك معلش انتصلك معذور ما تعرفش ما عرفش ايه ريم هي اللي جاتها لتابوك هي دي الحجيجة مش معنى نادية ان فيه مشكلة بينك وبين ريم تقومي تيجي لحد هنا وتقولي كلمتين مالهمش لازمة زي دول ومش لوحدة اوزان هتقول ليه مالوان كان معها حسن لا حسن ولا مروان ليهم يد في جتل مهدي ام المين انا اللي كنت معاها انا وريم جتلنا بوك ماشي 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 اوه تمام كده هيدا لا انا زعلان منك جدا ام فين بدري انت غلطة بس انا عزرك انا 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 وربت الباب بس انا كمان اللي هقفله دلوقت طيب صحيح انا يا ريت تبقي تبقي لغيني بالعزب بتاع بدري امتى وفين عشان برضو انا لازم اقوم بالواجب موسيقى بتلوموني ليه طا لو شفتوا معيني حلوين جدي طا هتقولوا انشغالي ويصه دي الليالي مش كتير علي ليه بتلوموني ليه يا اسير الحبايب يا قلبي يا دايب يا اسير الحب لو قلتلك ان انا مستغربة هتتدايق؟ ابدا واللهي اعرف يا زينب انا كنت بفكر في حاجة عاجلة جدا ومجنونة في نفس الوقت ايه التناقض ده بقى؟ ده خيالت ان الزمن رجح بيا وافتكرت اول مكالمة تليفون بيني وبينك فكرها يا زينب ايه يا مروان طبعا فكرها يا بوي اعرف المكالمة داي جلبت حياتي وغيرت فيها حاجات كتيرة جوية معقولة لسا في رجالة زيك كده؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني مشاعرهم مش في ايديهم؟ اعرف يا زينب وما كرتش لحظة وانا بقولها انا كنت صادقة فيها كنت عارفة متأكد ان انت مش هتسبني وهتوقف الظهري مش عشان ام ابنك امال عشان ايه يا زينب؟ عشان كلمة واحدة بس لو انت فهمتها وحسيت بمعليها هتعرف انا ليه كنت ببعد وما كنتش عاوزة اقرب الا لما تاخد قرارك كلمة ايه؟ انا انا بحبك يا مروان يا بول زينب بس يا مروان بس استانيا يا زينب استانيا لسا فيك كلام كتير بيننا اوه مروان مروان ايه يا حباتي؟ مالك مروان مديا اوه اوه يا مسبتي؟ بدري مالك يا بدري فيك ايه؟ ايه اللي جارة ده؟ قلت جارة عصامك لو عايزيني ما وبتوني يا لهوي بس انا هربت منهم طب انا هكلم دكتور هكلم دكتور حالي لا 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 دكتور لا ما ينفع ما تخافش انا عرف دكتور كويس ومش هيتكلم في اي حاجة خيف علي يا نحيمة يوه ده وقته ده هكلم دكتور الاول مش هسينك يا عصام استنينا انا حاجة معاك عن اذنك؟ مش هينفع يا جبري ليه؟ انا كمان عايز اشوف زينب يا حبيبتي الحكاية مش حكاية زينب حكاية نادية اوه لا خلاص انا اعتبرتها ماتت من زمان انت هو انت بتعرف تنسي يا وليا؟ انت ما تنسيش ابدا خبريها كريمة مش تفقنا خلاص يا ستي اتفقنا بس سيبيني امشي المراتي لا حدش ماشي كلامه عليها واصر يا رب عدمك ما بمشي كلامي عليكي بس يعني انا واصر الشر انت ما بتققش نادية ونادية ما بتققش وما تنسيش يا جبريا ان انت درتها وبعدين يا حبابتي مش احنا اتفعنا نهدي الامور عشان الدنيا تمشي حلوة زيك كده يا حلوة لا انت ما عايزاش تاخديني معك عشان خايف على نادية وانا كمان ما صدكش اي حاجة هتقوليها الا لما شوفك بعاني هتقولي ايها وحتعملي ايها هريحك يا ستي اي حاجة هتحصل هحكهالك بالتفصيل الممالس يبينعمش بايا يا جبريا شعلا توغي شعلا توغي ها